بسم الله الرحمن الرحيم باشرت شركة الفاو العامة أحدى تشكيلات وزارة المارد المائية بتغذية خط الكهرباء الخاص بتشغيل محطة الثرثار العائمة والمنفذ من قبل الشركة وبإشراف ومتابعة معالي السيد الوزير المارد المائية حيث تم تأمين تشغيل المضخات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ضمن مشروع الثرثار التابع إلى الهيئة عامة للتشغيل حيث أنه هذا هذا العمل سوف يؤدي إلى استقرار بتشغيل هذه المضخات وبانسيابية لتأمين التصارف المطلوبة باتجاه نهر الفرات وأيضا سوف يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود الذي كان يستخدم في تشغيل المولدات التي تتعمل من خلال هذه المضخات وأيضا عمل الكلفة التي تصرف لصيانة هذه المولدات وهذا الإنجاز سوف يستمر بالنسبة لجميع المضخات التي تتعمل بالطاقة الكهربائية ضمن المحطة سليم تشلوب باتشاي مدير عام شركة الفاو العام لتنفيذ مشاريع الرئيس ترجمة نانسي قنقر